السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نصدر محمد صلاح النهاردة نشرح درس الضمائر والمحليل لمقاطع صدر الضمائر هو وهي هو للمذكر وهي للمؤنس يلا نوصل هو ولد هو رجل هي بنت هي أم تعالنا نحط هو وهي بس بكلمتين البنت دي بتعمل ايه؟ هي تلعب الولد ده هو يزاكر هو يقرأ هي تلعب أنا ونحن أنا بيبقى سواء ولد أو بنت ونحن بتبقى يا ولاد يا بنات بتبقى كتير يلا نجاوب أولاد ممتازين نحن أطفال نحن معلم أنا رجل أنا كبير أنا أصحاب نحن أنت وأنت أنت للمذكر وأنت للمؤنس أنت أنت وأنت أنت أحط عليها فتحة من فوق وأنت أحط عليها كسرة من تحت شجرة أنت أنت ولد أنت أنت أصحاب أنت 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 أصحاب هل نرتب ولد أنت مفكر أقررها تاني ولد أنت مفكر أنت ولد مفكر متعاونة أنت فتاة متعاونة أنت فتاة أنت فتاة متعاونة تحليل الكلمات لازم قبل ما حلم الكلمات أدور على أربع حاجات السكون والماد بالألف والماد بالواو والماد بالياح هنا في كلمة الفصل في سكون على اللام يبقى هاخدها مع الألف واللام في سكون على الصاد هاخدها مع الفه والصاد اللام حركة الوحدة يبقى اللي بيتاخد مع بعضه هو السكون واللي قبله والماد واللي قبله الباب أل هاخدها مع بعضها عشان فيها سكون البه والألف هاخدهم مع بعض عشان فيهم مد الباق حركة الوحدة طريقة الطه لوحدها الره واليه عشان فيهم مد بالياء والقاف لوحدها الألف واللام مع بعض عشان فيهم سكون العين والألف عشان فيهم مد الميم لوحدها اللام لوحدها برضو تاني في تحليل الكلمات نركز مع بعضينا قبل ما أحلل أحط قدامي سكون وألف وواوية سكون ومد ألف ومد واو ومدية فن أخذ الفه والنون مع بعض عشان سكون ويجيم والألف مع بعض عشان مد والنون حركة لوحدها الحه لوحدها القاف مع اليه عشان مد الباق لوحدها التاق المربوطة لوحدها اليه مع الواو عشان مد السين لوحدها الفه واليه مع بعض عشان مد الميم لوحدها صاق مع بعض عشان مد بي مع بعض عشان مد والحاق لوحدها شكرا لكم